لبنان بطبيعة الحال إذا بدأ نحكي صناعة هو أحوج ما يكون إليه لحتى نغير هالوجه الذي أريد له أن يكون ريعي ونحن شفنا الوجه الريعي للبنان شو وده ولوين وده ما في مقومات عند حصول أول أزمات بالعالم بيكون يتعرض هو لنكسي مباشرة وبالتالي ما في مقومات صمود لا لأله للبنان بالشكل العام بمؤسساته باقتصاده ولا لأناسه لأنه بالنهاية كمان الناس بدأ شيء ثابت خصوصا بمنطقة البقاع هو الرئة المهمة للبنان بيتنفس من خلاله فصناعة أي شيء يدعم بهذا المجال ويكون ببيض الوجه يعني بيكون بمستوى احترافي بيكون بمستوى عالي بمستوى راقي مثل جاردينيا اللي عم نحكي في نحنا هلأ مجتمعين بهذا المناسبة يلي بتخلينا فعلا يكون في عنا أمل أنه لبنان بيقدم صورة رائعة من النجاح نجاح الصماعي يلي هو أقوى وأمتن من غيره